كابتن حسام البدري تحدث عن فكرة انه هو عايز حوالي توقفين قبل شهر مارس شهر مارس فيه في الاجندة الدولية توقف رسمي وفقا للفيفا ديت ولكن كابتن حسام عايز توقفين هنا تحدث عن مرونة وكلام مع الاتحاد مع الاستاذ حسن خلف الله على قناة الحدث كان بيتحدث انه هو تقريبا وصل الاتفاق على توقفين ده غير حديثه مع كابتن متحاد شلابي كم توقفين كابتن حسام البدري تقريبا امبارح او اول امبارح كان مع كل القناة الفضائية تمام هو ده نوع من الدعم والتواصل اللي بيحاول كابتن حسام يخلقه نفسه الفترة دي لانه هنتكلم على تصراحاته بعد كده لانه فيها حاجات محتاجين نقف عندها ولكن التوقفين هنا الرسالة مش لكابتن حسام البدري منتخبات العالم كله بقت تتعامل مع الفيفا ديت باعتبار ان اللاعبين بينضموا فقط في الفترات دي لان الدوريات ما بقتش بتعامل ياحمد زي زمان فكرة ان الدوري هو مجرد حاجة موجودة بتخدم المنتخب اولغي الدوري اصبح صناعة اصبح استثمار اصبح اقتصاد اصبح اللاعب اللي بتشتريه اعارة لمدة صغيرة بملايين ففكرة نوقف الدوري عشان المنتخب يستعد اعتقد الكسور في الاعداد ما ينعكس على الدوري الرسالة هنا لاتحاد كرة القدم هو يرتقي هل التوقفات دي حتكون مؤسرة عشان ما نرجعش نلاقي نفسنا بنضغط وما نلاقيش ازمة في الجدول لان الموضوع كله بدايته بتكون من نقطة دي حبينا ننوه عشان ما نجيش بعد كده نقول احنا وقفنا توقفين كنا محظرين منه لا ده نعايز اقولك الكابتن حسام البدري اصلا الكلام اللي انت بتقوله ده تقريبا هو الفم دخلة تانية قالك ايه المشكلة لما الدوري بدل ما يخلص اول ستة يخلص تلاتين ستة او يخلص خمستاشر سبعة واحنا بنرجع دايما نعاني من فكرة البري سيزون اللي ما بيحصلش فبالتالي ندخل في دوامة من الاصابات وضغط اللاعبين ويبقى فترة الاعداد بالنسبة لنادي الاهلي اللي دايما بنعاني من فكرة التحام المواسم وتلاحم المواسم لا يا كابتن حسام هتبقى مشكلة ومشكلة كبيرة للعابين والعابين دول اللي هما لعاب النادي الاهلي هم المؤثرين مع طبعا بقية الاندية في منتخب مصر فمش عايزين نبص الفكرة قبل مارس ونسيب بقية السيزون وبمناسبة الكابتن حسام البدري والمدرين الفنيين كان فيه مدير فني جماهير النادي الاهلي طالبت مجلس الادارة بالتعاقد معاه وعندما تعاقد معه نادي بيرامدز صبت بعض الجماهير غضبها على مجلس الادارة حابين نقول لهم هذا المدير الفني وهو دي سابر ساب نادي بيرامدز لسوء الاداء وسوء النتائج اتمنى يكون ده درس للبعض حسن الناية ان دايما ما تستعجلش في الحكم على الاشياء اما اللي بيحاول يعني ياخد الجماهير لسكة تانية خالص بعيدة عن النادي الاهلي بنقوله اعتقد وجهة نظرك مش في محلها ومش هتوصل لللي انت عايزه وبما اننا بنتكلم عن السوشيال ميديا خلاص هناخد كل